دعني أنتقل إلى سيد كورب في واشنطن سيد كورب استمعت إلى العميد إلياس حنة في بيروت وهو يشير إلى الموقف الأمريكي طيب هذا التهديد الأخير الذي أطلقه جالانت من واشنطن يعني مغزى إطلاق هذا التهديد من الأراضي الأمريكية هل هو مؤشر؟ هل هو دعنا نقول ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل أن قوم بشن حرب في جنوب لبنان ونحن معك في كل الأحوال لا لا أعتقد ذلك ألبت الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في توسيع رقعة أسرع إن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى هذه الحرب وقد حذرت كثيرا من تدعيتها ومنذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقلل من التصعيد في المنطقة ولا تريد أن تفتح جبهة أخرى في لبنان ونحن نعلم أن حزب الله لديه قوات عسكرية تفوق بكثير التي لدى حماس وهو يستطيع أن يفعل ما لا تستطيع حماس أن تفعله لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهديئها في المنطقة وإلا فسيكون هناك حرب مستائرة كما أن إيران لديها هنا أذرع مختلفة في المنطقة هذا ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية وهي لا تريد ذلك نحن نعلم أن حزب الله لديه الكثير من الأسلحة سيد كورب فهمت المضمون الأساسي من ردك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرب شاملة في المنطقة طيب السؤال ماذا تفعل الولايات المتحدة للحلولة دون شن هذه الحرب أو اشتعالها حسنا أعتقد أننا أوضحنا ذلك للإسرائيليين أننا لن ندعمهم البتة إذا بدأوا هذه الحرب وإذا ذهب الكثير من المسؤولون الإسرائيليون إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمباحثات فكان الكلام على هذه الحرب للقضاء على جماعة حماس ولا لفتح هذه الجبهة الأخرى نحن لسنا سعاداء بالحرب ضد حزب الله طيب ترجمة نانسي قنقر